موسيقى موسيقى هلا وطلاب الخامس العلمي رجعت لكم بعد ما شحنت الكاميرا وبقيت لكم طبعا حبايبي هذا الأرباع الأربعة اللي شرحته لكم بالفيديو اللي سبق وهسا راح نتحول على التمارين بعد ما حلينا لكم المثال اللي هو كان أصلا مثال محلول بالكتاب هسا عدنا بالتمارين التمارين الثالثة المجموعة الثالثة من الفصل الرابع عدنا سؤاليا حول هذا الموضوع إن شاء الله بعدها يبقى أن من هاي التمارين فقط صحة المتطابقات الإثباتات كلش مهمة أكيد يجي فاتفرع يعني لابد منه فإن شاء الله بعدها الضبطون الأجزاء الثلاثة اللي هنا كلش مهمات حقيقة المهم حبايبي السؤال الأول من التمارين ده يقول إذا كانت بالبداية راح يحدد لي الزاوية بيا ربع صايرة على مودة آني أفهمه أقول ليابة فلان موجة بعلان سالب وهكذا فقال لي الزاوية محصورة بين الميتين وسبعين وبين الميتين وسبعين وبين الثلاثمية وستين فقلت ليابة هاي صايرة بالربع الرابع بها ربع بالربع الرابع الربع الرابع المفروض الكوساين موجة المفروض الساين سالب التان والكوتان سوالب اثنينهم السيكن موجة بالكوسيكن سالب تمام قلت لي زيني ش منطيني انت قال والله أنا منطينيك الكوساين اه يعني منطيني الاب الكوساين الاب شلون اقدر احصل على الساين من خلال العلاقة اللي تجمع الساين والكوساين العلاقة التربيعية او الفيثاغورية او الذهبية او الام مع الاب يعني شتري سميها سميها مفروض ما تنساها ابدا زين فالحل حبايبي اول ما راح ابدي وراح اصيل شوية على البطيء هالمرة عذروني بالفيديو اللي فات يمكن شوية شنت سريع فساين تربيع زائد الكوساين تربيع يساوين نشقيد يساوين نواحد اهنا هالمرة هو منطيني الكوساين فراح اقول للساين يا بقى نزلي انتي الساين نزلت الكوساين منطيني اياها شقيد اثنين على ثلاثة بس راح اخلي تربيع على القوس لان الكوساين تربيع يساوين نشقيد يساوين نواحد هاي الساين تربيع تنزل الاثنين تربيع اربعة الاثنين تربيع تسعة يساوي إنا شقد يساوي إنا واحد الأربعة على تسعة حبايبه هذا راح نحوله منها أكورا الواحد إذا راح يصير عندي ساين تربيع الأكس بهاي جهة واحدة تبقى وهو هذا المطلوب من عندي أما الأربعة على تسعة فراح أنقلها منك فصير ناقص أربعة اليمن على تسعة نفس الطريقة وضحت لكم إياها بالفيديو اللي سبق إنه المقام هنا حيبقى تسعة تسعة أضربها بالواحد راح يصير تسعة تسعة ناقص أربعة راح يصير خمسة على تسعة لا تنسون هذا اللي إحنا لقيناه حاليا هو الساين تربيع أنا ما أريد الساين تربيع أريد الساين فطبعا أخذي الجذر التربيعي الساين يساوي إنا موجب أو سالب خلي أكتبهم قيمتيا موجب أو سالب هاي الموجب وهاي السالب موجب أو سالب الخمسة جذرها جذر خمسة تسعة جذرها ثلاثة السالب نفس القضية جذر خمسة على ثلاثة موجب سالب أنا كتبت منفصلات وحدة من الثانية طبعا واحد راح يقول لي أستاذ أول شي ما أعرف أنت ليش جبت الساين مع أن الساين أصلا ما مطلوب يعني اللي مطلوبات هنا الكوسيكن والسيكن والكوتان حقيقة أغلبهم يعتمدن على الساين والكوساين أنت تعرفون بعد الأب ولوم وثنينهم يعتمدون عليهم فلما عندك كوساين بوجهك القالي الساين لما عندك ساين مثل السؤال اللي حليناه بالفيديو اللي قبله وبوجهك جيب الكوساين وهكذا هسا حظايبي بعد ما لقيت الساين الساين هذا الموجب إنهمل إنهملت بقت منه بقت الساين هاي تقدر تكتب له تكتب له لأن الزاوية تقع في الربع الرابع تقدر تكتب له طبعا الزاوية بالربع الرابع قلت لتفضل حبيبي شنو اللي رايدة بعد مني قال أريد الكوسيكن قلت له الكوسيكن هاي أولوحدة طبعا طالبها من عندي الكوسيكن الكوسيكن قانونها قانونها هي واحد على ساين واحد عليمن على ساين مثل ما وردنا لكم رايدك فد مرة ضابطا ذن العلاقات يعني ما أريدك أنت هنا ليش واحد على ساين لا 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 هنا أنت بس جاي تفهم شلون جاي يمطبق لا أكثر ولا أقل تمام فالعلاقة المفروض بجيبك إذن واحد على الساين الساين إحنا شقد لقيناها لا هينهملت لقيناها سالب جذر خمسة عليمن على ثلاثة مقام المقام بسط مقام المقام بسط سالب طبعا هنا عادة أنا خليه الثلاثة تنظر بالواحد تصير ثلاثة على جذر خمسة انتهي أنا من الكوسيكن المطلوب الثاني حبايبي السيكن 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 العلاقة مالتها واحد على كوساين تمام الكوساين أصلا هي موجودة بالسؤال هو كان منطينيها الكوساين اثنين على ثلاثة وراح أخلي بدال الكوساين اثنين على ثلاثة مقام المقام بسط يعني راح يصير عندي ثلاثة على اثنين هاي السيكن هم لقيناها أما ثالث وحدة حبايبي اللي طالبها من عندي هي الكوتان والكوتان الكوتان هي كوساين على ساين كوساين على يمن على ساين الكوساين احنا عدنا وين هي الكوساين هو كان منطينيها اثنين على ثلاثة فأنزلها طبعا هنا والساين أنا لقيتها سالب جذر خمسة على ثلاثة اللي ثلاثة ما على ثلاثة تروح السالب بدال ما يبقى بالمقام يصير هنا قدام الكسر اثنين على جذر خمسة هو هذا قيمة الكوتان اذا تجي تتأكد مثلا الزاوية مالتك صايرة بالربع الرابع الكوتان سالب بالفعل الكوتان سالب الكوسي كان سالب راح تلقاها تلقاها سالب بالفعل الكوسي كان سالب تلقى كل النسب مالاتك سالب موضوع كلش كلش سهل اذا انضبطت العلاقات المثلثية حبايبية اما بالنسبة للسؤال الثاني من التمارين السؤال الثاني دا يقول الزاوية مالتنا الاكس محصورة بين الباي والثلاثة باي على اثنين هاي الباي وهاي الثلاثة باي على اثنين يعني بيا ربع بالربع الثالث يعني المفروضة هنا كلهم سالب بس الستان والكوتان موجب تمام اذا الربع الثالث معروف منه زين النوبة هنا طبعا خليكتب هنا خليكتب الربع الثالث خليكتب الربع الثالث اه هنا حبايبي منطيني التان ما منطيني لا الساين ولا الكوساين منطيني التان نقول لازين شنو المطلوب مني قال المطلوب من عندك الكوتان المطلوب من عندك الكوتان وكذلك مطلوب من عندك السيكن وكذلك مطلوب من عندك الكوسيكن تمام طيب التان شنو علاقته بالكوتان تقول لي والله استاذ حسب ما كتبتنه انت بالفيديو الخاص بالعلاقات انو الكوتان الكوتان هو مقلوب التان مقلوب التان يعني حتى ذكرناه طبعا واحد علي من على تان تمام راجع الفيديو الفيديو رقم سبعة لو رقم معرف المهم بالترقيم نسيت حتى المهم راجعة فيديو العلاقات كلش مهم طيب واحد على التان التان عندي سبعة على ثلاثة مقام المقام بسط يعني راح يصير عندي الكوتان ثلاثة على سبعة إذن الكوتان والتان وحدة مقلوب الثانية تمام هاي الكوتان لقيناها زين بعد شنو مطلوب مني مطلوب من عندي سيكن زين السيكن احنا متفقنا السيكن هي البنت البنت والتان هي هم البنت متفقنا اكو علاقة تجمع البنات اثنينهم مع بعضهم تقول لي بالي اذكرها العلاقة كانت كانت السيكن سيكن تربيع اكس ناقص تان تربيع اكس يساوينا واحد صح؟ زين التان انت مو عندك بل يعندي إذن السيكن تنزل تربيع ناقص التان عدنا اش قد عدنا السبعة على ثلاثة الكل تربيع يساوي شنو؟ يساوي واحد سيكن تربيع تنزل ناقص ينزل السبعة تربيع تسعة واربعين الثلاثة تربيع تسعة يساوينا واحد هاي الناقص اوديها منك حتى تصير زائد وبنفس الوقت سيكن تربيع راح تبقى بهي جهة واحدها هناك الآن عندي واحد لما اودي هذا الرقم منك حيصير موجة تسعة واربعين على تسعة تمام شلون نقدر نجمعهم تقولي هايهم صارت قديمة كلش المقام ما راح يتغير تسعة في واحد تسعة تسعة زائد تسعة واربعين ثمانية تسعة زائد تسعة واربعين راح يصير ثمانية وخمسين ثمانية وخمسين على تسعة طيب لازم نخلص من التربيع بالجذر التربيعي بالجذر التربيعي راح يطلع عندي السيكن تمام قيمتين وحدة موجة ووحدة سالب موجة وسالب التسعة جذرها ثلاثة وهاي الاثمانية وخمسين راح تبقى تحت الجذر عوفها تحت الجذر ماكو اي مشكلة زين السيكن بالربع الثالث بالربع الثالث السيكن شني سالب لو موجب سالب إذن لازم أخذ بس القيمة السالبة الموجب تهمل راح أكتب له لأن الـ x الزاوية بين الـ by وبين الـ 3 by على 2 إذن بالربع الثالث راح أخذ بس قيمة السيكن السالبة لأن السيكن هناك لازم تكون بالسالب فراح يصير سالب جذر 58 على يمن على 3 تمام حبايبي زين آخر واحدة رائدها الكوسيكن الكوسيكن الشون 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 نقدر نجيبها تقول لي استاد أنت مو عندك الكوتان وعندك الكوسيكن أكو علاقة تجمعهم مع بعضهم من هي العلاقة تجمع الولد مع بعضهم كوسيكن تربيع x ناقص كوتان تربيع x ساوينا واحد الكوسيكن مجهولة أنا رائدها الكوتان عندي شقد 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 ثلاثة على سبعة ثلاثة على سبعة تربيع ساوينا منها واحد إذن الكوسيكن تربيع x اللي ثلاثة تربيع تسعة السبعة تربيع تسعة واربعين ساوينا واحد أحولهم منك بنفس الأسلوب راح يصير واحد زائد تسعة على تسعة واربعين بنفس الأسلوب نجمعهم مقام ما راح يتغير تسعة واربعين تسعة واربعين نعم تسعة واربعين في واحد تسعة واربعين زائد تسعة أيضا ثمانية وخمسين على تسعة واربعين هاي الكوسيكن تربيع طبعا ناخذ الجذر التربيعي حبايبي راح يطلع لي موجب أو سالب جذر ثمانية وخمسين على سبعة لأن التسعة واربعين جذرها سبعة بينما هاي ما عدها جذر فخليناها تحت الجذور هنا هم طلعا عندي قيمتين قيمة موجبة جذر ثمانية وخمسين على سبعة وقيمة سالبة سالب جذر ثمانية وخمسين على سبعة يا هي التهمل ما عروف خليشوف الكوسيكن بالربع الثالث شخبارها الكوسيكن لازم تكون سالبة إذن ناخذ السالب ناخذ السالب أما الموجب فتهمل أتمنى تكونون فهمتوا الموضوع حبايبي وإن شاء الله بالفيديو الجاي راح نشرح بي الإثباتات اللي أكيد 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 فرعي يجي سواء بشهري سواء بنصف السنة سواء بأخير السنة تطابقات لابد أن تجي